نظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج حلقة نقاشية عبر تطبيق زوم مع مجموعة من الشباب المصريين الدارسين بالخارج أبناء أجيلين الثاني والثالثة وذلك للتعرف على جهود القطاع السياحي في مصر وخلال اللقاء أكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أن مثل هذه اللقاءات تستهدف الاستماع للشباب من الدارسين بالخارج وعرض أفكارهم وآرائهم بالإضافة إلى استدامة التواصل معهم أتعرفهم بكافة الجهود والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض مصر